سلام عليكم اهلين فيكم في فيديو جديد مثل ما تشاهدوا عن هذا الفيديو لا تشتري ايفون جديد بس خلصنا الكل يقول اني مطبل الابل وكل شي انا جاي بقول لك نصيحتي مع اني ما اقول نصائل حق شخص لكن بقول لك وانت كيف بتحكم في النهاية فلوسك وانت اللي تغرر بكيفك انا بقول لك لا تشتري ايفون جديد اذا كان عندك ايفون 11 11 برو 11 برو ماكس لا تشتري لا تشتري لا تشتري لا تحس انك بتحس بفرق لا عندك لايفون 10 اس 10 اس ماكس 10 ار لا تشتري برضو بس فيه اشيار رح نتكلم لها كبداية اذا كان عندك ايفونات الجديدة خصا برضو 10 اس و 10 اس ماكس وال 10 ار او لايفون 11 11 برو البرو ماكس لا تتوقع انك اشارة لايفون جديد رح تحس بقوة المعالج اذا كنت انت من النوع اللي تفتح سناب شات تفتح الواتساب الانستجرام هذي الاشياء الكثيرة اللي بيك تفتح البنك هذي الاشياء التي تستخدم فيها ما رح تحس بفرق انت بس تصور صورة عادية مش في التصوير الليلي لا تشتري الايفون اذا كان عندك 10 اس و 10 اس ماكس اما اذا كان عندك ايفون 11 11 برو البرو ماكس تصوير الليلي عندك حلو خلاص تشتري ما في اي شي جديد لا تتوقع انك بتسوي قفزة خصنت من النوع اللي مثلا مش فوتوغرافي او انك ما تحب التصوير او انك مش متعمق في التصوير اما اذا انت كنت مصور محترف ما رح اقول لك انا تشتري انت اللي تعرف اصلا انت اللي تعرف اصلا انت اللي اختيار حقك وكل شي رح تشتري يعني على طوب تعرف المواصلات وكل شي بتشتري البرول او البرو ماكس ماذا فالفلوسك عندك وانت اللي تغرر لا تتوقع انك بتشتري الايفون الجريد مع الفايف جي رح تحس بفرق كبير خاصة السب سيكس واذا كانت تدعم في منطقتك السب سيكس المعالج الجريد صح معالج قوي لكن شي اللي بتحس فيه بتفتح سناب شات سناب شات ما يبيلك معالج قوي الانستغرام الواتساب بتكلم واحد من الشباب ما تحتاج المعالج القوي بتتلعب بب دي ولا بتسأل اشياء بب جي وكل شي يشتغل على ايفونات القديمة التن اس والتن اس ميكس والتن آر والإلابن كلهم شغال زي الحلاوة ما في اي شي اعلى رزولوشن الايباد 8 جنريشن يشقلك بب جي على اعلى رزولوشن فانت اللي تغرر بكيفك نصيحتي لا تخسر فلوس اذا كان عندك 11 او 11 برو او 11 برو ما توقع ان عندك 11 اذا كنت تدقق على الشاشة كان شريت البرو او البرو ماكس من سن راحت لكن اذا كنت انت لها من محبين تبي تغير تبي تغير الشاشة اوكي لتولف 8 لا تشتري اذا كنت تستخدم السوشال ميديا كثير اذا كنت تطلع برا ومشقل الانترنت على طولف جوالك لا تشتري 8 8 8 شخص يشقل الانترنت يكلم يسوي شي يفتح الواتساق ويرجع طفي الانترنت ويكمل يومه ما يلعب العاب هذا الانوان ولا تتوقع انه شي قوي او لطولف وبرو الان صار حجمه اكبر نفس حجم 10 ار ولا 11 لا ابل ما رفعت الحجم علشان بس انها مواصفة قوية ابل رفعت حجم الالوبي نبرو علشان بس البطارية لانه الان مع الفايت جيلو الاشي دي تبي ابل ما تسوي رجوع فاذا كنت انت مصور محترف تصور بالايفون مسلسلات مثلا تصور بالايفون اشياء قوية المصورين المحترفين ياخذوني وتفول في برومكس وانا ساكت يعني خلاص تشتري الجهاز بدون ان يتفكر في اي شي اذا كنت لا تحب التصوير تحب الاشياء يعني تشوفت الصورة وتفعن فيها خصا في التصوير الليلي فرح تاخذ تولفو برو تولفو برو ماكس منذ ما قلت لكم حق المصورين المحترفين خصا دولبي فيجن 60 فرين في البرو ماكس اثنين هم البرو و البرو ماكس برضو الاشخاص اللي بيشترون التولف او التولف مني ما يعرفوا الاشياء دي بس موجودة عندك بتشوف التصوير حلو وكل شي بس نتوقع انك تصور صورة حلوة عندك في الجوال شاري الجهاز ترسلها واتساب الواتساب يقلل جودة الصورة سناب شات يقلل جودة الصورة صح افضل من الاندرويد سناب شات لكن برضو ما رح يرسلك الاشياء او السوشال ميديا ما رح تحط لك تصوير نفسه بترفع عناك السوشال ميديا السوشال ميديا بيقلون الجودة شي طبيعي لكنك تصور محترف تبي ترفع وفي الموماكس رح يكون في فرق لك شوي اذا انت من النوع شخص طبيعي الشخص العام اللي موجود اللي يحب التغنية لكن بيستخدم سناب شات واتساب بيصور اشياء ما رح تحس بفرق بين الـ 11 و 12 ما رح تحس بفرق بين الـ 10S والـ 11 والـ 12 برضو الاشياء كلهم في سوشال ميديا ممتازين وعلى اعلى شيء اذا انت من النوع اللي ترفع ابلود كثير مثلي انا مثلا الـ iCloud ودرها فا احطها على الشريحة فاذا صورت صورة يرفع في الـ iCloud اذا محطت شيء في الفايلز انا ملفاتي في الفايلز كثيرة اصور الفيديو حين عندكم احين ترى التصوير كله من الـ 11 وبرو ماكس تصوير في شيء لا ممتاز ما في اي حاجة شغال واقدر اصور قناتي في الفيديوهات الجاية في الفيديوهات الراحة بعضهم تصوير الـ iPhone ما في اي شيء فلا تحسوا بفرق انا باشتري مثلا جريد خاصة ان انا في امريكا فيمكن يجيني المليميتر ويت طبعا في المستقبل لكن الان مع الـ 5G سب سيكس برضو رح يكون افضلا كل شيء اصور في الجهاز كل شيء ابلود فبيسرع عندي شيء خفيف اذا انت تحب التسريع تحب الاشياء وعندك حولك مثلا في المنطقة اللي انت فيها في مثلا سب سيكس ورح يدعم الـ iPhone اوكي اقول لك اشتره وانت تتصور كثير وترفع في الانترنت اقول لك اشتره لكن بتصور علشان ترفع في الانستغرام في سناب شات لحسب المنطقة حقتك مثل ما قلت لكم اذا كان في سب سيكس رح يكون اسرع لكن مش لديك الدرجة يعني لتتوقع انك بترفع الفرق بين الفيديو اللي اصور لكم الـ iPhone على 4K 60 فريم وبرفع في الـ iCloud فرق بينك تتصور سناب شات على لف الـ iCloud ولا 720 ارتفع سناب شات كذا ياخد رزولة شهادة في رفعة في فرق كبير يعني فهذا كل شي لا تخسر فلوسك اذا انت من النوع اللي عندك مثل ما قلت لكم سلسلة 10S او مع 10R يعني والإراضة كلها انتظر انتظر السنة القادمة جهازك شغال زي الحلاوة بتقدر بس تغير بطارية ما ادري كم قيماتها بطارية في الدولة عندك هنا عندنا من الآيفون 11 إلى 12 ما رح تحس بفرق لانه السنة واحدة قبل ما بسوي لجهزة الجديدة دي لحق بس انتقال اشخاص اللي عندهم 11 إلى الجهزة الجديدة لا لحق لاشخاص اللي عندهم 3 سنوات 4 سنوات عندك مثلا 8 8 plus اقولك انتقل لحق الآيفون 12 لا تروح حقل حتى الـ 11 اذا كنت انت من النوع لتخلي جهازك 3 سنوات 4 سنوات روح حق الآيفون 12 على طول وخلي 4 سنوات قدام عندك هذا النوعية اذا عندك ليفون 8 مثلا و 8 plus وتقول انت لأ جهاز شغال زي الحلاوة وعاجبني ابي قير بس بطرية وسوف على ضبط المصنع وعيش قدام برضه هذه الانواع فنصيحتي فلوسك لا تخلي الشركات نزل شي جديد رح تشتري انا رح اشتري صح بسقول لكم ريفيو صح انا رح اشتري انا استخدم الاشياء استخدم تسوير الليلي انا بصور فيديو بالقناة بالآيفون فهذه الاشياء اذا انت عندك قناة في اليوتيوب تقدر تصور بالآيفون مثل ما نشوف انا صور بالآيفون اشتر الآيفون جديد حتى ال11 ممتاز او 11 Pro او 11 Pro Max الكاميرا المامية حطها اضاءة زي الحلاوة اشتر لك بمايك خرجي بس وتعيش الكاميرا المامية ممتازة او كاميرا خبيه بكيفك اذا من النوع انت اللي تحب تصيير الليلي اشتر لآيفونات الجديدة اذا من النوع انت اللي تحب Ultra Wide العدسة الكبيرة وتشوف انها مش كويسة في الآيفون 11 Pro 11 Pro Max صح مش كويسة هناك اشتر لآيفون الجديد لكن انتظر نشوف المراجعة معاي وتشوف هلو الوضوح راح يختلف ولا لا نشوف قدام بس هذا الفيديو فأتمنى تفهمون وجهة نظري وتفهم ان اذا عندك جهاز ما للسن اللي راحت او السن اللي قبلها حرام انك تغير السن اللي قبلها بس تقدر تغير البطارية السن اللي راح تكمل سنة قدام معاك وشوف اللي فون الجديد اللي بينزل مواصطة وات الـ 5G اللي ممكن تكون فيه اللي فون الجديد يمكن عالمي يكون مليمنيتر ويفت فيه اللي فون الجديد مثلا يكون فيه 120 هيرتز فحرام انك تشتريه الان انتظر سنتين السنتين يمكن تحس فيه تغير خفيف اللي فون القادم يعني اذا كان عندك تن اس تشتري حين التولف وتابي للشاب بتحس بفرق خفيف لكن لو تدر برضو ثلاث سنوات تحس بفرق اقوى تحس صد جهاز جديد اما كل سنة مرة تحس بفرق جهازك شقال زي الحلاوة ما فيه اي شي اي برنابج كل شي شقال فيه ولا يحس الجهاز يعني المعالج يقولك هل من مزيد يعني ما في شي قوي فمثل ما قلت لكم انتظر نصيحتي انتظر لا تحتار برضو تابي مثلا جهاز جديد اشتر ايباد اشتر ايباد اير اذا ما عندك ايباد اشتر ايباد برو مثلا بينزل في نوفمبر او في 2021 في مارج مثلا شهر ثلاثة انتظر واشتره بدل ما تشتري الايفون انا راح اشجعي شخص عند ايفون 11 وما عند ايباد يشتري الايباد الاير او الايباد برو اللي موجوده الحين او ينتظر مثل ما قلت لكم افضل من ايشتر اشتر الايفون 12 اذا كان مثلا محتار او ايشتري ايباد الايفون وعندي ايباد على طول تنس محتار اشتر الايباد لا تحتار زي كده بس هذا الفيديو هذا كل شي فنهدي فيديو وتنسو ان اشترك في الغناه واشترك في حساب سنبتشات شارعه واضبتكم وعمل لايك المقطع وانشتر المقطع بتحليقاتكم تحتهمني ولا تنسوني من فضل دعاكم السلام عليكم